السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشريك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له بإذن الله لا يتبعنا يستفيد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه تردد جديد وحاصر زهر على النايل سات لقناة صخر البلد قناة متنوع وروعة وجميلة جدا وإضافة جميلة مميزة جدا لقناة النايل سات لو القيمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طرية إضافة القنوات أو الترددات على جماعة الأجهزة وجماعة الرسفرات وجماعة شاشات العرض اللي بتحتاجها على الرسفر داخلي أما بالنسبة لكتر من سعين في المئة من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرموت على الزرار المينيو ونقف على قيمة وفاقية كلمة تركيب بقف على قيمة التركيب بضغط عليها بزرار OK هيزهر لقيمة تانية وفاقية قيمة الترددات بنزل عليها وضغط OK وبالنسبة للقيمة الإنجليش هضغط من الرموت على الزرار المينيو وقف على كلمة Insulation وضغط OK هيزهر معاي قيمة تانية وفاقية كلمة ترانسبورد اللي استبهن انزل عليها وضغط OK ومجرد ما بضغط على قيمة الترددات بزرار OK هلاحظ إنه زهر معاي قيمة الترددات اللي قدام حضرتكو كل اللي هعمله هضغط من الرموت على الزرار الأحمر واكتب التردد بتاعه وبعدين هضغط OK واتأكد ان الاشراء موجودة على التردد وكل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرموت على الزرار الازرق واضغط اوكي عشان يظهر لي خائمة جميلة مكتوب فيها كلمة اسكان او البحث في اعلى الخائمة ومجرد ما بضغط على الخائمة دي بزرار اوكي الجهازة يبحث التردد بتاعي ويظهر لي رسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة اس او نعم واضغط اوكي من الرموت وبالتالي الجهازة هيحفظ التردد ويظهر لي القناة الجديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح القناة اللي معنا في الفيديو بتاع النهاردة قناة سقر البلد واحدة من اجمل القناة اللي زهرت على النهال سات بتاريخ شهر اربعة او بتاريخ شهر ابريل عام 22 قناة سقر البلد زهرت على النهال سات على تردد 10-8-1-5 معدل الترميل 27-500 والقطباء اتشا او هرزين تلا وافقي تردد اشارة عالية وسهل جدا استقباله باطباق تبدأ من ستين او سبعين سنتي يعمل لكل الرسيفرات وكل الشاشات العرض اللي بتحتاجه على الرسيفر داخلي قناة سقر البلد اضافة جميلة وممائزة جدا لقناة النايل سات وبنصح الكل ينزلها على جهازه وبهديها لكل مشاركين وامتابعين قناة اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو عجبك الفيديو حابب تتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك واشترك في القناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة